فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دولة الرئيس محمد شاياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم كل الشكر والتقدير لصحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على هذه المبادرة الكريمة باحتضان الدورة الثانية لهذا المؤتمر الهام وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة إننا نجتمع اليوم والعراق يشهد مرحلة تحول مهمة في تاريخه المعاصر حيث اتخذ خطوات ملموسة على صعيد استعادة التوازن في علاقاته بمحيطه العربي والإقليمي وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة جاءت في أعقاب مخاض عصير شهد استقطابات داخلية حادة نجح العراقيون في احتوائها بمنطق السياسة وآلية الحوار وندعو ونرجو أن يستمر هذا النهج الاحتوائي في المستقبل من دون إقصاء لأي طرف أو جماعة سياسية حفاظا على السلم الأهلي للبلاد بكل مكوناته وأطيافه لقد أخذت هذه الحكومة على عاطقها مهمة صعبة من أجل استعادة ثقة الشعب وتخفيف معاناته ونحسب أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة تطوي صفحة المحن والمآسي اللاجعانة منها العراق على مدى عقود وبما يمكن هذا البلد من تحقيق الازدهار والتنمية والقيام بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدا عن أي تجاذبات إقليمية أو مساعي لبسط النفوذ أو الهيمنة أن العراق لا ينبغي له أن يكون ساحة للصراع أو تصفية الحسابات وأننا نكتمع اليوم لنقول أننا ندعم حق العراقيين في أن يروا مستقبلا أفضل لأبنائهم وأن يحققوا تطلعاتهم المشروعة في النمو والاستقرار بتوظيف الإمكانيات الهائلة لبلدهم ثم تنقاط مضيئة على الساحة الإقليمية هناك إدراك لدى الدول بأن التعاون وبناء شبكات من المصالح المتبادلة يمثل مصارا لا غنى عنه من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية إن موارد المنطقة يمكن أن تتعظم مرات ومرات إن هي استغلت في إطار من التعاون البناء وتمثل المشروعات الطموحة بين عدد من الدول العربية من الربط الكهربائي إلى الاستثمارات المشتركة في البنية الأساسية طاقة أمل لشعوب المنطقة وشبابها ولا شك أن هذا الاجتماع يعد منصة مهمة لتعزيز هذا النوع من التعاون والتشبيك عبر الإقليم غير أن تحقيق الازدهار للإقليم يظل رهنا بتخفيض حدة التوترات الأمنية والتهديدات وأكد في هذا السياق أن معالجة حالة الاستقطابة في الإقليم تبدأ من التزام جميع الأطراف بالمبدأ المؤسس للعلاقات الدولية الحديثة وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واتباع سياسة حسن الجوار فضلا عن الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها كوسيلة لحل النزاعات ولا يخفى أن ما يعاني منه الإقليم من أزمات وصراعات متفاقمة يظل إنعكاساً لاستمرار بعض الأطراف الإقليمية في مباشرة تدخلات سافرة تؤجج الصراعة والعنف وتغزي النعارات الطائفية والانقسامات إن هذه التدخلات الإقليمية لا تضر العراق واستقراره وسلمه الأهلي فحسب وإنما تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمين وتزيد من حدة الأزمات القائمة وتضعفهم من فرص حلها إن الأزمات الإقليمية ترتبط بحلقة متصلة ولا شك أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما يشهد حل الدولتين من تراجع وتغييب في ظل صمت دولي مريب ووسط إنعطاف يميني حاد وخطير في إسرائيل وتجزر لليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني ينظر بأسوأ العواقب ويهدد استقرار المنطقة بأسرها ويضرب جهود التعاون الإقليمية في الصميم إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته نحو وقف هذا التدور المتسارع في الوضع الفلسطيني والعمل من أجل إطلاق جهد جاد لتحقيق التسوية على أساس رؤية الدولتين إن المنطقة تقف في لحظة فاصلة بين اليأس والأمل وعوامل الأمل أكبر بكثير من بواعس الأمن واليأس والإحباط ويقيني أن دول المنطقة قادرة على خلق واقع جديد من الشراكة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات وتقف الجامعة العربية بكل قوة خلف كل جهد مخلص لمد الجسور وتعزيز شبكات المصالح المشتركة وتعتبر دعم العراق في هذه المرحلة ركناً أساسياً في استراتيجية النهوض الإقليمي الشامل وتساند العراق وأهله وحكومته في نضالهم من أجل عبور ظلام اليأس إلى أفاق الأمل والإزدهار شكراً جزيلاً لكم جميعاً شكراً لكم